سيدة توفي زوجها وترك لها ثلاثة أطفال أكبرهم في العاشرة من عمره ولم يترك لها مالا وعندما علم جارها الحاج فتحي بحالها تذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرمالة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وقرر مساعدتها دون علمها فقام بتزديد كل ما عليها من إيجار متأخر كما سدد عنها ما عليها للبقال وأوصاهما بعدم ذكر اسمه لديها كما اتفق مع أحد رجال البريد من أصدقائه أن يسلمها مبلغا شهريا خصصه لها طوال حياته دون أن يعلمها أيضا باسمه ويخبرها أن المبلغ من الدولة حتى لا يحرجها كانت هذه السيدة لا تحب الحاج فتحي وكل ما رأته نظرت إليه بغضب كما كانت تتحدث عنه مع جيرانها بصورة سيئة وتدعي أنه رغم غناه فهو بخير ولا يتصدق على أحد وكثيرا ما كانت تسبه بصوت هامس كلما التقت به وكان يقابل تصرفاتها بابتسامة وتسامح بل وذهب لابنة أخيه التي تعمل معلمة بالمدرسة التي يدرس فيها أبناء السيدة وطلب منها أن تعطيهم دروسا مجانية وتشتري لهم ملابس على نافقته وتقدمها لهم كمكافأة على تفوقهم فوافقت ابنة الأخ وتقربت من السيدة وأبنائها دون أن تخبرهم بقرابتها للحاج فتحي وبعد ثلاثة أعوام توفي الحاج فتحي وفوجئت السيدة بأعداد لا مثيل لها تصلي عليه وتمتدحه بكل خير وكانت المفاجأة الكبرى عندما واجدت ابنة أخيه تأتي وتبكي بكاء شديدة وعندما سألتها عن صرتها بالحاج فتحي أخبرتها بأنه عمها فلم تقل شيئا وظلت في دهشة كبيرة وبعد أيام جاء موعد استلام الراتب الشهري للسيدة ولكن رجل البريد لم يأتها فذهبت إلى بيته لتعاتبه بشدة على تأخره عليها فأخبرها أن الحاج فتحي هو من كان يتصدق بهذا المبلغ طوال حياته وقد انقطع المبلغ بعد وفاته فصعقت السيدة بعد سماع الخبر وندمت ندما شديدا وأخذت تعاتب نفسها وهي تبكي كيف يحسن إلي في السر وأسيء إليه في العلانية فقال لها رجل البريد متأثرا ولله المثل الأعلى فنحن جميعا نخطئ مثلك في حق خالقنا فالله سبحانه يحسن إلينا سرا ولا نعلم ونحن نعصيه جهرا وهو يعلم يا أختي عليك بتصحيح الخطأ والاعتراف بفضل الرجل بعد وفاته وعدم الحكم على الناس دون علم ذهبت السيدة إلى ابنة شقيق الحاج فتحي وقدمت لها العزاء وبكت أيضا من الحزن والمفاجأة عندما علمت بأن عمها هو من طلب منها أن تساعدها وأنه لم يغضب منها يوما بل وأوصى براتب التقاعد لها ولأبنائها وبعد أعوام أصبح أبناء السيدة من كبار رجال الأعمال وقامت ببناء مسجد باسم الحاج فتحي كصدقة جارية له وعرفانا منها وأبنائها بفضله عليهم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهلوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير جاء رجل فقير من أهل الصفة بقدح مملوءة عنبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهديه له فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح وبدأ يأكل العنب فأكل الأولى وتبسم ثم الثانية وتبسم والرجل الفقير يكاد يطير فرحا بذلك والصحابة ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دهشة فقد اعتادوا أن يشركهم في كل شيء يهدى له ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل حبة عنب وراء حبة ويتبسم حتى أنهى القدح والصحابة متعجبون ففرح الفقير فرحا شديدا ثم غادر المكان فسأله أحد الصحابة يا رسول الله لماذا لم تشركنا معك هذه المرة فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد رأيتم فرحة الرجل بهذا القدح وإني عندما تذوقته وجدته مرا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد رأيتم فرحة الرجل بهذا القدح وإني عندما تذوقته وجدته مرا فخشيت إن أشركتكم معي أن يظهر أحدكم شيئا يفسد على الرجل فرحته لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قدم تاجر إلى مكة بإبل له يبيعها فاشتراها منه أبو جهل ثم رفض أن يعطيه ثمنها ذهب التاجر إلى الكعبة حيث تجلس جماعة قريش ورسول الله جالس في ناحية من المسجد فقال الرجل يا معشر قريش هل من رجل ينصفني من أبي جهل ويأخذ لي حقي منه فإني غريب فأشاروا إلى رسول الله مستهزئين وقالوا له أترى ذلك الرجل اذهب إليه فإنه يستطيع أن يأخذ حقك من أبي جهل وهم يعلمون سفاهة أبي جهل وشدة عداوته للرسول فأقبل الرجل على رسول الله وقال له يا عبد الله إن أبا جهل غلبني على حق لي واغتصبه مني وأنا رجل غريب وقد سألت هؤلاء القوم عن رجل يأخذ لي حقي منه فأشاروا إليك فخذ لي حقي منه يرحمك الله لم يخيب الرسول الكريم أمل الرجل ولم يهتم باستهزاء قريش حيث قام معه حتى وصل إلى دار أبي جهل وطرق بابه فقال أبو جهل من بالباب فقال النبي محمد أخرج إليه فخرج أبو جهل وقد اصفر لونه وكأنما سلبت روحه فقال له الرسول أعطي هذا الرجل حقه فألقى الله الرعب في قلب أبي جهل فسرعان ما أجاب لا تبرح يا محمد حتى أعطيه حقه وأعطاه ماله كاملا انصرف الرجل راطي النفس منشرح الصدر شاكر لرسول الله منصرته للضعفاء وحسن مرؤته فلما علمت قريش بما كان من أمر النبي مع أبي جهل عجبت وقالت له ما لك يا أبا الحكم فقال ويحكم والله ما هو إلا أن ضرب على بابي وسمعت صوته حتى امتلأت نفسي رعبا وأسرعت أوفي الرجل حقه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتونج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر